بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته حديثي اليوم أود توجيهه إلى فضيلة الشيخ سعد المدرس حفظه الله الشيخ سعد المدرس من ألمع الخطباء الحسينيين هذه الأيام في العراق وعند محاضرات كثيرة وعند مشاهدين أيضا كثر في الحقيقة كل فيديو أشاهده على اليوتيوب بعشرات الألوف من الأخوة المؤمنين الذين يتابعون الشيخ سعد المدرس وبالتالي هذا يلقي عليه مسؤولية جسيمة في توجيه الناس وهدايتهم واستمعت إلى عدد من محاضراتي في الحقيقة كلها محاضرات تبث الروح روح الأمر بالمعروف وأنها يعني منكر والمقاومة والتضحية وحل المشاكل الاجتماعية وأقرأ عليكم بعض العناوين اللي ممكن تدخلونوا على اليوتيوب شوفوها مثلا محاسبة السياسيين والأحزاب الحاكمة يدعو الناس إلى يعني الديمقراطية مو فقط صناديقك تراع وتنتخب وتروح إنما يجب أن تحاسب المسؤولين دائما وموضوع لماذا يخاف العراقي من المسؤولين ليش ما يجعبهم كونوا أحرارا في دنياكم من هو الشيع الحقيقي العراق يعيش العصر الجاهلي إنجازات الحكومة اللا إسلامية تدهور التعليم في العراق الانتخابات الحسين استشهد من أجل الدين وليس من أجل اللطم والبكاء تصدي رعاف النفوس أو تعدي رعاف النفوس على عميد المنبر الوائلي جماعة هذا ياسر اللعان وفدك ودائما ما عنده شغل وعمل إلا مهاجمة العلماء ومهاجمة يعني الشيخ الوائلي وغيره وش سيد فضل الله أيضا عنده الشيخ سعد المدرس عنده موضوع عن تحريف العقائد أو تخريف العقائد والشعار الحسنية يعني جعل الخرافة فيها فرجل متنور وفاهم ومثقف يعني دائما عنده روح وطنية وروح إسلامية وروح ثورية ديمقراطية دجل المعممين السياسيين ينتقد ناس اللي بالأمايم يحاولون الاستغلال زيهم في السياسة وأيضا حتى ينتقد بعض الممارسات الخاطئة لدى بعض العشائر فيقول بعض عشائرنا ما تزال تعيش زمن الجاهلية وأيضا يركز دائما وينتقد المدرسة الشرازية خطورة المدرسة الشرازية والأحزاب الدينية على المدرسة وكما يعرف الشيخ سعد المهندس أو المدرسة عفوا أن المدرسة الشرازية أخبارية مو فقط هي وكل الأخباريين والقشريين الذين يكتفون بالقشور من الشعائر أو من تراث أهل البيت ولا يعني يتبعون جوهر خط أهل البيت وبالتالي يكتفون باللطم والبكاء والزنجيل والتطبير وآخرين أيضا قد يكون عدم عنف أحيانا عنف ضد الآخرين ولكن إذا يسمح لي الشيخ سعد المدرس حفظه الله وأرجو أن يسمعني وإذا هو ما يسمعني أرجو من الأخوة نوصل صوتي إلى وصلوا لهذه الرسالة أنا ما عندي عنوانة ولا إيميلة فأرجو أن أوصل هذه الرسالة على الهواء أنا استمعت أيضا إلى بعض المحاضرات من فضيلة الشيخ سعد المدرس وكانت يعني في الحقيقة يعني مو بخطة ما تخدم أهدافه هو إنسان هادف إنسان ناقد اجتماعي إنسان مصلح إنسان يدور الحق ويدعو الناس إلى مقاومة الفاسدين والظالمين والدجالين ولكن في المسألة الطائفية يبدو ما عرف ما متعمق أكثر أو عنده قراءات ربما خاطئة أو سريعة فهذا التراث المعروف التراث الطائفي اللي يحتاج شوية تعمق واحد يدرسه ويعرفه لأنه أدنى مشكلة إحنا الأمة متفرقة الأمة ممزقة والعالم الرباني والخطيب الرباني الخطيب الحسيني الحقيقي هو الذي يوحد الأمة الإسلامية هو الذي يرفع العقد من بين الناس ويحب القلوب بعض المسلمين إلى بعض ولا سيما إحنا أدنى الآن مشكلة طائفية بالعراق مرنا بأزمة كبيرة وريقة دماء شلالات من الدم ونحن بحاجة إلى توحيدنا يعني حتى العملية الديمقراطية اللي الآن جارية وفاشلة ويعني مخربة لماذا؟ لأنه فيها مشكلة طائفية في أزمة طائفية تنأكس على الانتخابات تنأكس على المحاصصة تنأكس على كثير من الأمور التي يعني تخرب الديمقراطية فلا مساواة ولا عدالة ولا فنرجع لي وراء فأدنى مشكلة كبيرة هي مشكلة طائفية كيف نحل هذه المشكلة؟ يجب أن نفكر كثيرا وندرس كثيرا ونتحمل مسؤولية كلامنا عندما نتكلم يجب أن نطفئ هذه النار الملتهبة منذ مئات السنين وإحنا الآن مكتوين بنارها فبدل ما يعني أنه نصب الزيت عليها أحيانا ربما غفلة من الشيخ ويسمح لي في ذلك مثلا شوفت أدت فيديوهات عنده ليس كل نساء النبي صالحات حسن شوفتنا هذا الحديث خلينا نفكر بعض المواضيع اللي نطرحها لأمام الناس أنه ماذا نهدف من وراء ذلك سواء كان كنا صالحات أو مخطئات مثلا أو بعض مخطئات يعني رحمة الله عليه رضي الله عنهن واحتراما للنبي خل نتجاوز هذا التاريخ شون إذا توقفنا يعني ثم ماذا شي يصير بعدين عندنا الآن مشاكل حية ومشاكل معاصرة وفساد مستشري عندنا يجب أنه عالج هذه المسائل فهل بهذه الطرح مثلا قضايا التاريخية نجي انثيرها هل هذا يفيدنا اليوم فقط أنه أدفك أسأل هذا السؤال من الشيخ أيضا عنده موضوع آخر لماذا لم يخرجي الإمام علي إلى الإعداء عند حرق الباب ومني قال لك أصنع حرق الباب كلمة وراء 200 سنة واحد راوية عن واحد عن واحد مكان موجود مصنف أبي شيبة بنهاية القرن الثاني اللي أجري ناقلها عن غلام عمر اللي ما كان بعد موجود ديك الأيام أنه عمر قال لا حرقنا الباب عليكم قال له فاطمة قال وإن كلمة في حالة غضب واحد قال فتكلمة وراحت لا أجي حرق الباب ولا كسر ظل الزهرة ولا أسقط الجنين ولا هذه أساطير تراكمت بمرور الزمان فلابد أن ندرس هذه القضايا التاريخية الخطيرة في الحقيقة التي تتولد الفتنة وتعمق الفتنة فأنا أرجو من الشيخ هذا عندي كتاب إذا يشوفه الآن السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ وأني باحث هذا الموضوع موضوع الاعتداء على فاطمة الزهراء أسطورة الاعتداء على فاطمة الزهراء وبالتالي جعلنا من أمر شيطان ونسبه ونلعنه وكذا لأنه قتل الزهراء مثل ما بعض المشايخ المتمرجعين اللي ما عدم شغل عمل غير أنه يتاجرون بهالقضايا هذه هذا مو صحيح يجب أن نعيد النظر في التاريخ ونتأكد من الأحداث حتى لا نجعل أصدقائنا وأحبابنا أعداءنا ومو بس عمر عمر راح قبل 1400 سنة الآن في ملايين الناس يعظمون عمر يعززون عمر مثل ما احنا نحب أهل البيت نحب المام علي أعدم نفس الشيء فتقبل أنت يجيك واحد يقول لك مثلا أم علي بن ابن طالب كان مثلا كافر لا يا ذب الله أو كان ضال أو كان مخطئ أو كان مضل كلمات صحبة واحد يتلفظ فيها فالأنوان محاضرة مالة الشيخ أنه لماذا لم يخرج الإمام علي إلى الأعداء دكك بالكلام يا شيخنا العزيز ما يصير تطلق الكلمات ما كانوا أعداء وهذه أوهام أوهام كانوا أحباب اختلفوا سياسيا في بعض الوقت وحلوا مشكلتهم مصطالحة وتعانق أو تباوس وزوجوا مع بعض وتزاوجوا أو أولدو وراح التاريخ ذاك فإحنا نجي نسوي القضية نثيرها مرة ثانية هذه الثير الفتنة اليوم الصب الزيت على نار الفتنة الطائفية بعدين دور أمر عبد العزيز في تهديم صنمي قريش أيضا نفس الشي هذا كلام أيضا خطير ما يجوز واحد يتكلم بهذه الصورة ويجي بعدين شنو يقول بعدين يجي يقول أنه فيديو آخر يعني صارف وقتك يا شخ سعد وصارف وقت الناس وجايت جيب أدلة وبراهين تحاول تستخيل قضية مثلا الحديث الغدير حتى تستنتج استنتاجات هو حديث يعني غامض أو مو يعني في وضع واضح ولكن البعض حاول أن يضفي عليه موضوع سياسي وأنه ليش جماعة بايعه والإمام وبعدين نكثوا والبيعة وانقلبوا وارتدوا وكذا ثم هاي المحاضرة استدلال كفر أبي بكر وعمر من خلال حديث الغدير هذا موضوع خطير جدا يا شيخ سعد ما يجوز يعني تتناول بهالصورة هذه فيجب أن تتأمل وتتدبر وتتأكد وقضية يعني أنت الصحابة ما أعتبروا هذا كفر ولا أعتبروا نفاق ولا أعتبروا ظلال خلاف سياسي مؤقت وحديث الغدير بعلماء الشيعة السيدة المرتضى وغيرها قبل ألف سنة يقولون هذا نص خفي وليس نصا جليا فأنت لا تعتبر أنه هذا صار في الشيء نصب الخلاف وأساسا يا أخي العزيز يا شيخ سعد المدرس حفظك الله أصلا بالقرآن الكريم وبالإسلام لا يوجد كلام حول النظام السياسي من النبي إلى يوم القيامة الدين اتلخص بالقرآن وقرأ القرآن من أول إلى آخر لا يوجد فيه دستور حكم ونظام سياسي لا لأهل البيت ولا لإمام علي ولا لغيره ولا لغير أهل البيت المسلمين في أي وقت يجتمعون الناس العقلاء بالأدلة العقلية ينتخبونهم حاكم ويضعون دستور مثل ما احنا بالعلاقة وضعنا دستور وبإيران مكتوب وكي دستور وبسوريا وبمصر وبكل الدنيا في دستير كل بلد كل مجتمع إلى ظروفه وطريقة انتخاب الحاكم فأرجوك يا شيخين العزيز أقدم لك هدية هذا الكتاب ما أقدر أوصل لك بس الكتاب موجود على النت أحمد الكاتب دوت نت أحمد الكاتب دوت نت هالكتاب موجود أرجو أن تطلع عليه وتعطيني رأيك فيه وشوف كثير من مسائد احنا بحاجة إلى تعزيز الوحدة الإسلامية سواء بالعراق أو بالعالم الإسلامي لأنه يطلع واحد من العراق مثلا ويتهم ويبسهولة يتكلم أنه فلان كافر وفلان منافق وفلان مرتد وفلان كذا هذا يشحن النفوس ويخلي الناس يسبون يشتمون العنون وما تبقى الفتة محصورة بالعراق تطلع تروح لأفغانستان والباكستان وللهند وبالخليج وبمصر وبكل مكان يعني خلي نكون يعني نتق الله في الدم العراقي والدماء المسلمين لا نجي نثير الفتنة أنت حفظك الله يا شيخ سعد الظاهر من كلامك أنا استمعت كثير محاضراتك رجل مخلص ومؤمن وتحب الخير للأمة الإسلامية ولكن أرجو أن تنتبه لهذا الخطأ هذا تعيد النظر تتأكد من القضايا يعني مشكلة إحنا علماءنا حفظهم الله مراجعنا ما يدرسون التاريخ ما نعتب عليك ولا نعتب على واحد ثاني بس المشكلة بصورة عامة إحنا ورثنا تاريخ من الزيارات ومن الإشاعات ومن الأساطير يسوينا قصص وأساطير وأعتقد أنت حتى عندك يعني أنه كلام حول الإسرائيليات الدخيلة والأحاديث الخربطة جايتنا فلازم نتأكد ما يصبح نتكلم كل شي بدون دقة وبدون تأكد وتحقيق وشكرا والسلام عليكم وأتمنى إن شاء الله أشوفك وأقعد وإياك ونسولف كثيرا ونتحدث كثيرا أرجو من أسنع إلى كلامي هذا أن يوصل لفضيلة الشيخ سعد المدرس حفظه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا